طبعاً العمل يعتبر الحدث الفني الموسيقي الأول من نوعه بالعالم العربي وهلأ مرة جديدة من خلال ترينديج رح يجتمعوا هاني شاكير عبر التليفون وكارول سماحها عبر سكايب لنحكي أكتر عن هذا التعاون هاي هاي مرحبا مساء الخير كيفك كارول مساء الخير صفحي ومساء الخير باسانت حبيبتي أهلاً بيكي أستاذ هاني كيفك إزايك يا حبيبي إزايك حبيبي تمام منورنا يا أستاذ هاني طبعاً حبيبي أستاذ هاني مساء الخير بس تسلموني على حبيبتي كارول كتير 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 هي سمعاك هي سمعاك أنت مش سمعها كارول يا حبيبي منورة وانا مبسوطة جداً 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 بالحاجة اللي عملناها بصراحة الحمد لله يا حبيبي الحمد لله هلأتوقعتوا السؤال الأول أن حكايتكم تتصدر المشهد الفني حقيقة والله ضدتها أقول لك يا صبح يعني بجد الفكرة من كتر ما هي جديدة يعني أنا دائماً بقول إيه الحاجة الحلوة بتشد من أول لحظة ومن أول ثانية صح يعني كارول لما كلمتها باتول وعرضت عليها الفكرة زي ما حكيت لي كارول وحكيت لي باتول كارول صراخت في التليفون قالت لها مش ممكن إيه الفكرة الصحفة دي طبعاً وياريت وياريت هاني واسق هما كانوا خاتين مني أن أنا ممكن ما كونش ما بيعرفوك ما بيعرفوك متفاصل الفكرة قوي لكن أنا طبعاً لما بتقول كلمتني قلت لها طبعاً موافق جداً يعني وكان ربي في ساعتها لأنه أنا حقيقة من الناس اللي بحبهم على المستوى الشخصي والفني وبعتز بيها جداً 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 حبيبتي كارول طبعاً وباتول الحقيقة أنا وكارول بين حد أمين جداً علينا إحنا لتنين وعلى العمل وشركة كبيرة زي مثل يعني أنت بتتعامل مع أجمل ناس وأحسن ناس فالحمد لله أنا مفتوط قوي أنه الغنوة في 48 ساعة وصلنا لنسبة المشاهدات دي وبأينا تريند جاء عشان أسبع صوتك يا حبيبي يا صبح انت تريند الحمد لله أنه اللي صار اللي صار في الأغاني اللي عبت تصير تريند وبتعمل ملايين أغاني لذيذة وحلوة من أصوات حلوة مثل الكون يا حبيبي ربي يا رب أنا عايز أقالك سؤال إحنا شوفنا طبعاً الإنسجام كان واضح بينكو بشكل كبير جداً في المشاهد المشتركة في الكليبين فعايز أعرف هل كان في صداقة بتجمعكو قبل كده ولا صداقة دي ابتدت مع فكرة الكليب؟ كان في صداقة بس مش صداقة يعني في صداقة من العائلة في صداقة من في أول شيء إعجاب فني بالفنان الكبير هاني شاكر يعني أنا بالنسبة إلي الفنان هاني شاكر هو أسطورة الأغنية الرومانسية العربية صح وكمان كان إلي شرف أن يعني اجتمع معه بهذا العمل ولزيد على كلامه كمان لأستاذ هاني لما كلمتني باتول وعرضت علي الفكرة أنا سألت قالت لي أنت شربة حاجة؟ يعني أخذ حاجة قالت لي قالت لي أنا إيه؟ أخذ فراش عويل بس قالت لي لا لأنه مش معقول يعني بصراحة كانت يعني فكرة استثنائية من المخرجة باتول عرفة ونحن أول شيء يعني أول ما عرضت الفكرة ضعنا تنينتنا يعني أول شيء قال لي كارول أنت مش هتغني الدوات مع مع الأستاذ هاني أنت حتكون موضل بكليبه وهو حيكون موضل عندك بالكليب ففكرة عن جد أنا بلاقيها مش بس الأولى عربياً حتى بحس عالمياً يعني أنا أولا مرة شفت هيك فكرة تنفذت صح كتير حلو بصراحة باتول كانت وكرة إيه ولا شربة إيه إلا خلات ولا عاملة إيه بالظل بيكون سألتها سألتها ثلاثة أربعة يمكن يمكن أخذ حب فيها الكرييتفت يا عاليس كانت وقتها حبت شجاعة باتول حداً بيفكر خارج الصندوق مثلا بيقوله out of the box وبعدين بدأ حدا كمان يعني أوقات المخرج بده حدا يلبيه يعني بده كمان فنان قدامه يلبيه أو يكون عجيمة مزبوط وأنا هون بحب أحكي كتير عن الفنان هاني شاكر صراحة يعني بوقت التصوير أنا بعرف قدي هو فنان محترف بشغله بس نحن كان التصوير كتير متعب صورنا يومين وراء بعض وبالليل ما كنا عم نصور بالنهار يعني نبتدي ستة بعد الظهر لستة الصبح بالبرد بالسقعة يعادات ماشية يعني الناس كلها مش عم بتنام احترافية الاستاذ هاني شاكر وبالعكس الإيجابية اللي هو فيها والروح الحلوة اللي حتى بالتصوير كان فيه جو إيجابة رائع يعني كيميا فظيعة بالعمل إن كان بيني وبين الفنان هاني وبين المخرجة باتول عرفة شكرا شكرا